صباح الخير على كل المشاهدين يوم جديد ونهار جديد نهار يوم الأحد 9 مارس 2014 والنهار ده كل سنة وانتوا طيبين وأخيرا بعد طول انتظار عودة المدارس أول يوم في المدارس النهار ده بعد أجازة استمرت يمكن أجازة نص السنة أو المرة تستمر في تاريخ مصر من تيالي شهر ونص يعني بس إلى حد منها شايفة الطرق مش زحمة زي ما نتخيص صباح الخير يا رهام نزل بدري شوية يعني عشان خايفة من الزحمة لكن إلى حد ما يعني الطريق معقول النهار ده صباح الخير على كل سيدة المشاهدين بنقول زي ما قالت رهام يوم جديد ونهار جديد بيحمل كل الخير لمصر النهار ده يوم المحارب القديم كل سنة وكل قواتنا المسلحة وكل جندي في مصر وكل المحاربين القدماء بخير بنتمنى يا رب ان شاء الله بإذن الله أيامنا القادمة تحمل لمصر المزيد والمزيد من الأمان خلينا نستعرض بسرعة فقراتنا مع رهام حيكون معنا فقرات أكيد متنوعة النهاردة زي كل يوم ومتابع أهم الأحداث الجارية وتحديدا من خلال فقرة الصحافة أولى فقراتنا مع عنوين ومنشتات الصحف اليومية هيتبعها ويقرأها اليوم الصحفي الأساس أحمد سامي متولي الصحفي بجريدة الأهرام حول ملف السياحة وكيف تؤثر السياحة على الاقتصاد المصري وتدعيات الفترة الماضية هيكون معنا الأستاذ أحمد وصفي مستشار لجنة السياحة في مجلس الشعب الصادق ونتكلم كتير على وضع السياحة المصري معنا كمان فقرة فنية وهي فقرة عن مهرجان الجاز في دورته الجديدة وحيكون ضفنا النهاردة الفنان عمر صلاح لكل هوات الموسيقى ولكل هوات الجاز تابعوا معنا الفقرة سنعرف تفاصيل عن المهرجان والضيوفه ونجومه هذا العام هيكون معنا دكتور بسام الشماء المؤرخ وعوض جماعة الدراسات التاريخية وهنتكلم عن لم الشمل العربي عبر الحضارات وحديث يطول عن الوضع العربي في الوقت الراهر معنا الفقرة الاقتصادية الأسبوعية اللي تكون معنا كل يوم حد وحيكون معنا النهاردة في هذه الفقرة أستاذ ناجي عبدالعزيز رئيس القسم الاقتصادي بجريدة المصري اليوم نروح بسرعة معاريها نستعرض أهم فقرات المنشتات الصادرة في الصحف القومية صباح اليوم ونرجع لكم مرة تانية تابعونا ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر